تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من قصة كل جمعة اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سيلفي سبورت في يوتيوب الأكثر تنمعا من حيث أشكال وأبكار المحتوى عشان هيك بقولكم تشتركوا فيها الآن علقت اليوم نتوقف فيها مع مدرب مدرب بيحبوا كتير ناس مدرب سمعتك قويا لكن مهما كانت سمعتك قويا مهما كنت مدرب مميز إلا يوما ما تجي تتعامل مع إدارة قاسية شوي ما تشوفك زي ما بيشوفوك الناس وتعاملك بشكل غريب ومستهجن حتى لو كنت جايب ثلاث مطولات دوري إيطالي وانت بتلعب مع ميلان وروما وممثل منتخب بلادك وفايز بدور الأبطال مرتين الناس مش دائما حتعاملك كما بيعاملك الآخرين حتى لو كنت كارلو أنشلوتي نفسه ممكن تنقل بين الشوطين خلال مباراة لأنه الإدارة عندها موقف منك هذا الشي هيخلق ذكرى مؤلمة للمدرب هيخلق ذكرى الناس تحكي فيها هيخلق ذكرى تكون معنا بقصة الجمعة اليوم اللي بستنى منكم تتركوا لايك عليها إذا أعجبتكم في موسم 2000-2001 في جنة كورت القدم في الدور الإيطالي كان ذلك السوق من أكثر أسواق الانتقالات لفتا للانتباه 2000-2001 كان سوق انتقالات محترم في الدور الإيطالي زي سوق 99-2000 أيضا إن هذين الثلاث أسواق كانوا تاريخيات وحنحكي ليش وروما معذب يكابل له عم يضرب ثلاث صفقات لافت للانتباه باتستورت الحاسم الهداف اللي مش طبيعي في الدور الإيطالي والتر سامويل أحد أهم المدافعين الناشطين في الأرجنتين وأيضا كان عم يتعاقل مع اي ميرسو لعب ليبركوزين وقتها واللي كانوا يسموه ويروجوله إنه أفضل قاطع كورات في أوروبا يوبنتوس اكتفى بإنه يضيف مهاجم رابع لفريقه ديفيد تريزيجيل متألق جدا مع موناكو واللي جايب أمم أوروبا بسنة الألفين في حين لاتسيو أقد الجنون لليف الآخر جعل هيرناد كريسبو أغلى لاعب في تاريخ كورت القدم وجابه تقريبا 56-57 مليون يورو لأنه كانت شوية العملة بتعرفوا كيف مختلفة وأيضا جاب برودزي الحارس المخضرة وجاب فوقهم كلاودي لوبازل رائع مع فلانسيا كلاودي لوبازل يموصل فلانسيا نهاية دورة أبطال أوروبا ألفين لاتسيو عم بيجيبه عم بيجيب كريسبو يعني مرعب لاتسيو لاتسيو دفع وقتها 120 مليون يورو شراء لاعبين في سنة الألفين اللي الآن هو ما بيقدر يتفهم فطبيعي جدا تفهموا ليش أفلس لاتسيو بعدها بأكب من سنة لأنه أحلامه كانت كثير أكبر من قدراته ميلان بضم فرناندو ريداندو يا عالم ويعني عارفين شو اللي جايب دورة أبطال ألفين ميلان بيجيب روكو جونيور لاعب برازيلي مدافع برازيلي ممتاز جدا في حين الإنتر راح فكر باسم آيرلندي روبكين اسم صاحب بقوة كان في البريمير ليج وقتها التشكيلات كل فريق هيبة أكثر من الثاني يعني بتجي تقول يوبنتوس كان حارسه مثلا فاندرسار وبنتكلم في خط دفاعه كان عندك يوليانو مونتيرو تشيرو بيرارا أسماء خبيرة في الوسط كان في عندك إدجار ديفيدز وطبعا كونتي ومين كمان زيدان خط الهجوم حكاية ديل بيرو إنزاجي وتريزيجي ولاعب للي ما بذكروه اسمه داركو كوفازفيتش واحد من أحسن اللاعبين اليغوسلافيين في الهجوم في كرة القدم هذا فريق يوبنتوس مدربه كارلو أنشيلوتي شاب صغير عمره 41 سنة في المقابل لعنوا شوفوا تشكيلة لاتسيو خط دفاع لاتسيو بدوش مدرب كان فيه كوتو ميهايلوفيتش نيستا وسطه بدوش جمهور مش بس بدوش مدرب ندفد بوبورسكي فيرون تيميوني وأيضا ستانكوفيتش وخط هجومه كريسبو أولا سلس أسطورة تشيلية ثانيا وكلاوديو روبيز والمخضرم رفانيلي رابعا والمدرب دينوزوف أما روما فكان عنده أيضا تشكيلة مش سهلة أبدا في خط الهجوم عنده شاب بلشيلفة الانتباع اسمه ترانشيسكو تبتي مين جنبه مونتلا جناح ممتاز وهداف وجابه باتستوتا نرجع لخط الوسط كان في عندهم امرسون اللي تكلمنا عنه كأحد أفضل قطاعي الكرات وكان عندهم قاتوزو بس باسم ثاني توماسي لعب ما بيتعب في أرض الملعب وياباني مميز جدا ياباني مستوى أوروبا أوروبا عن جد ناكاتا وكان عندهم شاب صغير اسمه دانيل ديروسي وفي خط الدفاع كان في أسماء مهمة والتر سامويل اللي احنا بعدين عرفناه كلعب كبير أيضا كان عندهم ظهير أيسر اسمه كان ديلا كان حسن ظهير أيسر في ذلك الموسم 2000 و 2001 في أوروبا كلها بالإضافة إلى برازيليين من ليبل آخر كافو ألديل تشكلات ثلاثية مرعبة يوبنتوس لاتسيورو ما عمد يخلو بأفضل تشكلات فعليا بذلك الموسم الموسم اللي قبله يوبنتوس كان خسران الدوري بطريقة درامية كان ظلوا متصدر للجولة الأخيرة وفي الجولة الأخيرة خسر بهدف مقابل لا شيء خارج ملعبه ضد بروجيا في حين لاتسيورو فاز في مباراته هناك وتوج باللقب خسارة ما عجبت أبدا ولا أرضت أبدا إدارة يوبنتوس لكن صبرت على كارلو أنشلو التي قالت ومعلش خد فرصة موسم 2000 و 2001 وجابوا له الأسماء اللي طلبها المفروض وسمحوا حتى قبلها بسنة بخروج تاري هندي لأنه هو شاف إنه ما بيحتاجه كجناح أول ثلاث مباريات مشت تمام مع اليوف اللي معا ثنين فيزين بأوروبا زيدان كريزيجيب فاز الأولى فاز الثاني اتعادل مع ميلان الثالثة أوكي لكن الرابعة سقط فيها اليوفنتوس بملعبه أمام أودنيزي إشارة غير جيدة روما يبدو مستقر جدا قوي جدا قادر يتقدم ويروح بعيد ظهر أنه اليوفي مش قادر يهزم ولا فريق كبير عم بيتعادل مع إنتر مع لاتسيو مع ميلان لكن بعد 12 جولة ولأنه الدوري غريب وقوي جدا والكل عم بيغلب بعض يوفنتوس وجد نفسه رغم التذبذب الكبير في المركز الثاني خلف روما بفارق ستنقاط الجولة 13 طلع كثير كلام إنه حينقال أنشيرتي لأنه تعادل مع فيورنتينا مباشرة بعد تعادله مع روما وهون الكل صار يقول هذا الزلم مش عم بيقدر يسيطر مش عم بيقدر يتوازن بالفريق لكن مسك الدوري من الجولة 14 للجولة 22 وهو بفوز انتصار ورد ثاني ثم جاءت الثولة 23 وأعتقد كانت الجولة اللي اشترت ندفد لليوبي واللي أقالت أنشيرتي لاتسيو مسح اليوبي بأرض الملعب باب الندفد قدم أداء رهيب جدا وفاز لاتسيو أربعة واحد وقتها الجميع تطلع مش هذا اليوبي اللي بنعرفه مش اليوبي لو سقط ما بيسقط بهذه الطريقة في ذلك الوقت في إيطاليا التذبذب استمر وصرنا الجولة 31 الدوري وقتها كان 34 جولة فقط لأنه كان من 18 نادي الفارق ضلوا 6 نقاط وبقدرة قادر صراحة لأنه روبا كان مستوى فارق عن اليوبي بشكل واضح ضل الفارق هو 6 نقاط 3 جولات حسبة الأمور ما في داعي اليوبي يحاول لكن اللي حصل مختلف شوي الجولة 32 انتر بعاد الروما اليوبي بفوز صار الفارق أربعة الجولة 33 نابولي بعاد الروما يوبي بفوز الفارق نقطين والمبارة الأخيرة لروما مع بارمل قوي جدا المرعب جدا في ذلك الوقت أيضا بارما اللي كان يدربه أنشلوتي أساسا أنشلوتي لما يجي يدرب اليوبي ما جاء لي أنه مدرب شاب جاء لي أنه كان عامل نجاح كبير مع بارما لمدة موسمين وهون توقف الموضوع يوبي عم بلعب فيما لعبوا مع أطلنطا مبارة شبه مضمونة أطلنطا كان فريق متوسط وقتها وما في خوف منه لكن هناك بارما بارما فريق قوي ممكن يحلز معك تعادل ويفوز اليوبي ويضطروا يلعبوا مبارات إعادة لكن اللي حصل في مبارات روما أنه استيقظ في الدقيقة 40 كانت نتيجة 2-0 تنتي عم بسجل الهدف الأول في الدقيقة 19 ومنت اللعب يحسمها في الدقيقة 40 هناك اليوبي كان عم بتقدم بهدف مقابل لا شيء انتهى الشوط الأول 2-0 هون 1-0 هون في نهاية الأمور طبعا فاز روما 3-1 وفاز يوبنس 2-1 ويتوجه باللقب في فريق ذئاب روما لكن بين الشوطين صار شيء غريب الصحفيين اللي موجودين في ملعب تورينا اتفاجأوا انه أشخاص من إدارة يوفنتوس بنادوهم بجمعوهم بقولوا لهم الشباب حابين بلقكم خبر ده حابين تنشروا يعني وقتا ما كان في سوشيال ميديا وكده كان الموضوع بدينزل بالليل بالجرائد وهيك قالهم احنا عنا خبر تمت إقالة كارلو أرشيلوتي فالصحفية تطلعوا بعض شو تمت هي بدرب الزلمة تحت وضيل له شوط وممكن بارما يرجع بالنتيجة وكرة إيطالية وجنون ويا لجنون الكالتشو زمان كان يحكوا هيك مش يا جنون فشو بتعملوا لكن أقلوا بين الشوطين تعليا والتفاصيل كثير أكبر بعد شوية أول يوم وصل فيه كارلو أرشيلوتي لليوبي كان فيه له ردة فعل سلبية للغاية الرجل يمثل روما ومثل ميلان كلاعب والرجل ناس بنسوب له تصريحات بيقول فيها لن أشجع اليوبي أبدا يعني كل شيء سلبي تجاه اليوبي جنون اليوبي وقتها كان متعصب جدا إدارة اليوبي وقتها كانت إدارة تحب اليوبي أكثر من اللازم بعض أحيان فيه حب أكثر من اللازم فاللي حصل من أول يوم جاء وأول مباراة طلع وكانوا يقصدون فيه هو الخنزير طبعا كان له رد مضحك يوما ما مش ردتي عن موضوع الخنزير قال كنا نذبح ونربي وناكله وما عحلة وعمره ما حدا قال لنا لا كوليسترول ولا هم إنتوا ليش هلأ بتذمونا يعني في الموضوع الكوليسترول يخترعوا بعد الألفين صراحة يعني كان له تصريح بهذا الشكل عشان يرد إنه ما تأثر بهذه اليافطة وبعد إيقالته طلع أمبيرتو أنيلي اللي هو أصلا والد أنري أنيلي رئيسي وبنت سلحالي وقال من الاستحالة تقدر تشتغل في مدينة ما حدا فيها بيحبك والصحافة كلها ضدك صحافة اليوفي ما كانت مرحبة بأي لحظة بأنشلوتي ما كانت قادرة تستوعد إنه رمز من رموز المنافسين بيلعب معنا ووقت هالدور الإيطالي كان متشنج للغاية واحد صرح ضد اليوفي عم بيلعب مع اليوفي كيف بدرب اليوفي كانت الصحافة مش قابلة الجمهور كان مش راضي لكن اليوفي أخذ هذا القرار زاد من حدة القرار ويخلوه بطريقة بين قسين مسيئة طبعا زي ما بنعرف إنه كان طالع من الدور الأول في دورة أبطال أوروبا 2001 كان خارج مع فرق دي بورتيفو هامبرغ بنت نيانكوس من الدور الأول اليوفي اللي لاعب نهاي 96 97 98 يطلع بعديها بتلت سنين من الدور الأول كانت جارحة لكن مشوها شوي أيضا كانت قصة تيري هنري عم بتزيد وعم بتزيد اتهامات إنه هذا الرجل ما بيعرف شو بيسوي شوفوا تيري هنري شو عم بيعمل مع أرسنال موسمين متألق جدا من يوم ما راح من عنا وهذا الزلم يقال لك ما بيزبطش معي وقال لك ما بنفعش جناح ولكن فاجأ الجميع أنشلتلي لما قال والله تيري هنري ما قل لي إنه بيعرف يلعب مهاجم كانت صادمة هذه التصريحات يعني كان في خسارة موهب كبرى كان في بنفس الوقت نتائج سيئة في أوروبا وكانت خسارة الدور السل الماضي وعلاقة تاريخية سيئة إدارة اليوبي وجدت إنه عشان ترجع ترتب أوراقها مع الجمهور اللي بحبهم مع الجمهور المتعصب مع الصحافة لازم تكون إقالة أنشلتلي شوي مؤلمة أكثر من أي إقالة عادية سألوا أنشلتلي لما الخبر طلع بين شطين وصلك قالهم لا بس كنت عارف إنه حيطلع كنت متأكد إنهم حيقلوني كنت من أسبوعين ملمحين لإنه شكرا يعني خلصت مهمتك أنت وإلى الله معك يعني أنشلتلي كان جاهز نفسيا إنه حينقال بس ما كان متوقع الإقالة تصير بين الشطين أيضا أنشلتلي بيكملوا بيشرح بيقول عارفين شو الفرق في ميلان بيقدروا لأسلوب لعبة كرة القدم اسي ميلان لكن في اليوبي كل المهمهم بيفوزوا كيف بيفوزوا مش مشكلة المهم نفوز في أرض الملعب وكان يقصد بتلك التصريحات يعني مسألة يعني في جينات اليوبي من أيام أسطورة اسمها بونابرتي كان له تصريح وكان شعار اليوبي لسنوات طويلة يعني وكان الإعلام اليوبي بأيامها بيستخدمها كثير إنه البعض يقول إنه الانتصار مهم لكن هذا غير صحيح الانتصار هو كل شيء فهذا كانت فلسفة اليوبي إنه يفوز نعم ميلان كان واضح برلسكوني عم بؤمن أكثر بلازم يكون ممتعين أكثر اليوبي كان لازم يكون منتصرين أكثر وهذا نعكس فعليا على نتائج الفريقين بفارخ كبير في سباق الدوري الصحفيين قالوا إنه إحدى أسباب فشله ما كانت أسلوب كرة القدم زي ما بيحكي هو رجل لطيف زيادة عن اللزوم واللطافة زيادة عن اللزوم ما بتزبط بغرفة تغيير ملابس في صحفي برويتلت إسمه سيمون إيفنز هذا الصحفي كان موجود في ذلك اللقاء في تورينو لقيته راوي القصة بيقول لما خبرونا بين الشاطين قلنا شو هالمسخرة هادي شو اللي بالصير يا عالم مدرب لسه مدرب هاي قدامنا طبعا هو اليوبي ما أقاله رسميا بورق لأنه بعدين بصير ممنوع يدرب يعني لكن أقلوه بالإعلان للناس للإعلام فقال شعرنا بالموضوع أنه فيه تعمد للتقليل من احترام أنشلوتي فيه التعمد من إهامة أنشلوتي في ذلك اللحظة قال علاقته بالمسؤولين علاقته بالجمهور علاقته التاريخية باليوبنتوس ساعدت على هذا النوع من القسوة بالقرار لكن لو اليوبنتوس كان فاز وبارما رجع بالنتيجة كان أنشلوتي حيستلم الكأس والناس كلها بتعرف أنه أنت مروح يعني كان حيكون موقف غريب قال بلا نقاش هو قلة احترام والجيب تصريحات في صحيفة لا ريبابليكا الإيطالية لأنشلوتي نفسه بعام 2001 يعني بعد الإقالة بأسبوعين تقريبا ويسألوه قالوا له أنه أنت ضحية العلاقة مع الجمهور أنهم ضحية هذه كلمة كثير دقيلة ببساطة اليوبنتوس دائما بيقول لي رئيس النادي كلام أنه أنا إلي الحق أخذ القرار كرئيس وما فيش حدا إله علي واجب أني أبرر له فهذا ببساطة الفلسفة اللي تعاملوا معاي فيها لما سألوا عن مسألة بين الشطين قالهم إنها مؤلمة صعبة أفهمها لكن أنا ما عرفت فيها لكن بعد المباراة صارت ردة فعل مختلف شوي من جماهير اليوبنتوس رعيلة اليوبنتوس أوصرت رسالة للمتهمين بهذا النوع من الإقالة باتيكا وأنطوني جراردو قالوا لهم بمعنى أنه لا اليوب مش هيك كانت الصحف عم بتقابل أيامها كثير يعني أيامها الصحف كان عندها نظام مواد إنها تنزل تسأل الناس في الشارع ردة فعل جمهور اليوبنتوس كانت أنه طريقة الإقالة بين الشطين لا طريق أبدا بأخلاق اليوبنتوس لا طريق أبدا ببريستيج يوبنتوس بشخصية يوبنتوس لقد أضروا بصورة يوبنتوس هذا كان تصريح الجماهير وموجود اللي كمان لديتها ببعض الصحف الإيطالية هذه التصريحات القديمة وبنفس الوقت لعيبة يوبنتوس أهدو كارلو أنشلوتي هدية ساعة وقصيدة وكان ديل بيرو وأيضا تشيلو فيرارا من أكثر الناس يعني الرموز الإيطالية اللي بالفريق من أكثر الناس اللي عم بيضغطوا لهذه الهدية يعني كانت رسالة إنه لا ما بنا نتعامل مع الناس بهذه الطريقة على كل حال عاد مارشيلو لبي وفي الموسم اللي بعده جاء بالدوري وانتهت قصة أنشلوتي مع اليوبي القصة اللي انتهت بحزن ودائما الناس بتتساءل يعني أنشلوتي مع اليوبي بأوروبا كان يعني على مانشلوتي خسر بأرضه برومنتادة ودور الأبطال طلع بدور الأول شو اللي فرق بينه وبين ميلان يقال عشر أشخاص أيامها كل واحد اللي هو مكانته كل واحد اللي هو كلمته وكنو التالي كمية التشويش والأفكار اللي بتصير عليه قبل المباراة المهمة أكبر بكثير من ميلان اللي مضطر تسمع فيه كان وقتها كلمة ميرلس كوني بس نوصل هنا نهاية قصة كل جمعة بطلب منكم تشتركوا بالقناة تتركوا لايك على الفيديو لو أعجبكم وأيضا اتحكوا لي بالتعليقات شو القصص اللي بتحبوها والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة